اهلا بكم اصدقائي مجددا انا احمد ناصر من انكاريمي داك كام في هذا الدرس نتحدث عن الكونفينيونس انشيلايزر ماذا نقصد به الكونفينيونس انشيلايزر هو عبارة عن انشيلايزر جزئي يعني انا بقدر اعمل اه اه هو اوبجيكت باستخدام اجزاء محددة من الكلاص يعني مثلا ممكن استخدم برابرتي واحدة عشان اعمل اه هو اوبجيكت بدلا من استخدام مثلا كما رأينا في حالة لازم استخدم جميع البرابرتي اعملها في حالة باستخدم امور جزئية مثلا بدأ استخدم فقط عشان اعمل فممكن نيجي نعرف هنا هذا الشكل اجي استخدم الامر كونفينيونس اطلاحظ هاي كلمة كونفينيونس اوكي بعدين باستخدم اي نيت بعدين بعطيه مثلا بدأ استخدم انا فقط عشان اعمل اليوزر فمسلا ممكن اجي اعمل اس بي كود اجي استخدم انت بعض الشكل هلأ بدأ استخدم الكونفينيونس اينيشيلايزر عشان اعمل مثلا على اسم مثال تخيل انه في عندي مثلا داتا بيس بتعطيها كود هو بروح بيجي بلك جميع البيانات الخاص بغالي يوزر ماذا في ذلك الاسم العمر كلها التفسير فما انه راستغل بكونفينينس. انشيلايزر لعمل ذلك. فخلنا نخ導 نبسط الصور بشكل اكبر نادي كونفينيس بروح بنادي في نفس الكلاس. في نفس الكلاس. مش في الكلاس. فالكون subscribed مش في이라وجب داخل كلاس. يعني ما بقدر مثلا انا عندي هؤل كلاس اسم ما بقدر روح انادي ايش في السوبر لانه الكونفينيس ان شاء الله بيشتغل في داخل الكلاس فقط. ففي داخل الكلاس هون ممكن اجي انادي الكونستراكتور عن طريق انه اه طبعا ممكن ان يجي نحكي هون بعض الشكل مثلا سيلف اوكي معناها نفس الانستاس من الكلاس دوت في عنا الكونستراكتور اللي هو باخد طبعا هون سيلف دوت انت طبعا خلينا نضيف بس الكونفينيس اا كونستراكتور اوكي سيلف دوت انت اوكي بعدين بعطي اه اه اللي انا بدي ايش اللي بدي اياها اللي هي على سيمثال ممكن ناخدها ممكن ناخدها من هون اوكي فممكن انا جعطي من ايه مثلا من عندي احمد ناصر ايج مثلا او خلي مثلا احمد فقط ايج مثلا 29 اللي هو هذا ونعطيه اربعة فانت هيك بتنادي اللي هو اا كونفينيس ان شاء الله يزرع طبعا كيف ممكن تنادي كيف ممكن يعني اشوفهم انا عامل اس اسم احمد ناصر ايج ثيري تو سبيشال كود اربعة لاني نحط سبيشال كود خمسة هون مثلا او سبيشال كود بناشى نحطه بشكل ماني ولي بنحط عن طريق سبيشال كود اللي بيجي عنه من هون فانا بنشئ بنشئ اله بصر انشئ السبشال سبيشال يوزر عن طريق فقط انشاء عطاء سبيشال كود فلا بتيجي هون فار مثلا اس تو يزيقو تو سبيشال يوزر. اوكي. بتلاحظ لما اجي اعمل special user جديد. شو باعطيني ايا بقدر اعمل عن طريق special user اللي هو اه اه designated initializer. او عن طريق ال ال convenience initializer. انا بدي استخدم ال convenience انشيلايزر اعطي مثلا اه اه 5. او ممكن اجي s2.hello say hello. لما تيجي تعمل اه اه s2. say hello. شو راح يعطيك? say hello احمد. طب انا ما اعطيتش كيمة احمد. اعطيت فقط رقم خمسة. لكن في ال convenience initializer اخدتنا القيم هاي name والage. ورحت نديت يعني كأنه كأنه في عندي اه اه نادى انشيلايزر اخر في نفس الكلاس. فانا عن طريق ال ال convenience initializer رحت نديت اه كلاس ثاني في نفس الكلاس اسمه او انشيلايزر ثاني من اسمه اسمه وطبعا رحت نديت عن طريق السوبر يعني في قاعدة مهمة جدا انه عند قبل عملية نداء السوبر بدك تعمل الخاصة بهاليكلاس بعدين بتنادي السوبر. ففي بعض الكواعد مهمة جدا اه حاب احكي لكم اياها. طبعا خلينا نذكر هاي الكواعد اه مع بعض هون. بما يختص في و طيب حلا اول اشي اول قاعدة designate the initializer must call the designated initializer from اه اميديتك السوبر كلاس. زي ما شفنا انه في designated انا بنهادي اه السوبر كلاس. يعني بنهادي من الشاعدة البيرنت فقط. اه ال convenience initializer اه must call another initializer from the same class نفس. بناديهم من نفس عن طريق زي ما شفنا هون. في انا ايضا ال convenience initializer must eventually call the designated initializer. زي ما شفنا انا بنادي في نفس الكلاس بنادي designated initializer اللي هو موجود عندي هون. فconvenus بنادي designated. ما بقداش انادي. ما بقداش انادي conveni. ما بقداش انادي conveni. ما بقداش انادي conveni. ما بقداش انادي السوبر. فهي يعني الشغلة مهمة جدا. انا بالنسبة لل designated designated initializer must initialize all of the properties introduced by class before then calling the superclass. يعني لازم هنا اعمل initialization the properties زي ما شفنا هون. اوكي بعدين بنادي السوبر هاي برضو قاعدة مهمة جدا. انا بعدها designated برضو uh designated initializer must call superclass before change the value of inherited property. بعدين اخر شيء. اه convenience initializer must call another initializer before it change any property. ففي عنا هون هاي القاعدة لما نيجي اه يعني لما نيجي هون على الconvenientializer نيجي بنحكي انه must call uh designated before it change يعني فانا باجي بعمل self بعدين ممكن اجي اغير مثلا special call ساوي. يعني هاي قاعدة اخرى طبعا هون بتلاحظ شو بعطيك ال error كانت اه لانها it's let constant. ال special code هاي. تجي 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 حتى تيجي تعمل self dot special call. تلاحظ ان ها زبطت لان انا بتعمى ال special code مش مع special code هاي. بتعمى هاي. عشان التعمى هاي بتستخدم self. فهاي يعني اه قاعدة اخرى زقائي بما يختص بي اه نوتا. تعمل مع الconvenientializer must call another initializer before it changes any property. اخر شيء and initializer can't call any instance methods or read property values before all property has been ان شاء الله. يعني انت بتقدرش اه بتعمل اه بتعمل لأي مثل او تقرأ اي property قبل ما كل برابرتي يكون اه ان شاء الله. فهاي مهمة جدا تعمل ان شاء الله بعدين ممكن تنادي مثل يعني مثلا هون انا عندي اه في هاي المثلت بعمل مثلا self init بروح بالنادي المثلت بعد ما تعمل assign the values بتاكيها ممكن تروح هون تيجي تحكي مثلا اه super dot say hello. اوكي. فش اي مشكلة انه انا بقدر انادي المثلت بعد عملية اه اه الى هيتا يعني بندي المثلت بعد ما اعمل assign the values وبعمل لقورة ال ال конستراكتر. هلو بتيجي بتعمل play. اوكي راح تشوف هنا هل راح نطبع طبعا هل الطبعين هون hello hello فلما تتيجي تعمل الانيشالايزيزيزاح الهون راح نطبع لك hello طبعا اوكي فهي يعني بشكل عام هر toilets من نبدأ سريعة عن اار يعنيice آآ نبدأ سريعا وبعض القواعد الهامة جدا في التعاون مع طبعا ليش حكينا انه مفهوم واضح جدا لكن لما نحكي عن شوية القلية بتتعقد فعشان هيك في عنا مفهوم حاولنا نبسط لكم ايها بابسط طريقة ممكنة في اه هذه الفيديوهات باتمنى تكون نالت على اعجابكم ورضاكم مرة اخرى اشكركم من انكاريمي داك كام نراكم ان شاء الله في الدرس القادم